نزلت تغريدة و بوست لكاتب اياد السماوي تناول بيها موضوع فوز المنتخب العراقي و دعم رئيس الوزارة لكن تناوله بهذه الصورة الدعم نعم ممكن انت كاتب بهالعمر هذا يعني الجماعة يقولون دائما احنا نسمع من يكتب مثل هكذا تغريدات نقول يعني على باب الله او عنده مستفاد من جهة معينة فلما تكتب تغريدة بعمق هذا انه ممكن تقول السيد رئيس الوزارة اشرف وساند المنتخب و دعمهم ماديا و معنويا اما انه يقول الكاتب اياد السماوي يقول هذا بخت ابن الشياع و انفاسه الطيبة بالمقاييس الطبيعية فوز منتخبنا الوطني على نظيرة الياباني بهدفين ضد هدف واحد ضمن تصويات كاساسية و انتقال الدول 16 يعتبر اشبه بالمعجزة و هذا ليس انتقاص من ارادة و غيرة لاعبين و حبهم الوطن بس لا تفسير عندي لهذا الفوز الكبير سوى بخت ابن الشياع و انفاسه الطيبة يقول عم والعباس ابو فاضل ابن الشياع مرزوق وجه خير على العراق و المنتخب العراقي يعني انا اريد اقول الكاتب اياد السماوي هالعمر يعني حسن الخاتمة المفروض تسألت بهالعمر لكن راتب عندك ما شاء الله مستشار مخليك بهل قاعدة بفندق بابل معقولة تخليك تكتب انه المنتخب يفوز بانفاس رئيس الوزراء واحنا نضحك العالم و نقول اكوه مدرب اسباني عندنا و دخله و دوراته اللي هو عيب محترفين وهو مروه جاي نسد موضوع البرامج الرياضية حتى الشباب يأخذون راحتهم و يلعبون ما ادري نركب وراك ورا رسول ابو القوزي ورا المهدي ورا مقدمين البرامج الرياضية والمهزلة اللي صير قدام الغربة و تيجي انت بالتالي ككاتب و عندك تاريخ حافل يعني من ايام زمان الى الان بانه هاي نهاية تالي عمرك و تبهل عمر هذا لانه قاعدت في فندق بابل و مقابراته بتكتب انه المنتخب يعني اختفى عليك كل شي روح اكتب على المجسر مع الوزيرية اكتب على حملة العمار على عام الانجاز عام قطف الثمار ستركض على المنتخب تقول فاز بانفاس ابن الشيع فاي المرحلة اللي يوصلوا لها هاي النهاية مع المدويني الاطار الموجودين الان لما يوصلون بهذه عمر يكتبون بهذه الطريقة فانيسأل لهم حسن الخاتمة